ثم في صلب المسيح أحبائي نرى المبادلة أو البدلية العظمة الغرض اللي جاء من أجله يسوع المسيح أولا يسوع أخذ خطيانا وأعطانا بره في كورنتوس الثاني إصحاح خمسة والآية 21 مكتوب وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في المسيح وطبعا مأخوذة من إشعياء نبوة إشعياء 53 سبعمائة سنة قبل حدث الصلب وهو حمل خطية كثيرين في إشعياء الشيء الثاني في المبادلة العظمة أن يسوع أخذ أسقامنا وأعطانا شفاءه الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم فإذن أخذ أسقامنا على الصليب أو كما يقول في إشعياء النبي وبحبوره شفينا لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مغدولا بعدين بكمل أحباء مجروح لأجل معاصينا وبحبوره شفينا فإذن تتميم لنبوة إشعياء النبي شيء ثالث يسوع عمله من خلال موته على الصليب أخذ فقرنا وأعطانا غناه فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره كورنتس الثانية إصحاح الثامن فإذن أخذ يعني خطيانا وأخذ أسقامنا وأخذ فقرنا حتى يعطينا غناه وهذا هو ما فعله يسوع المسيح الشيء الأخير أحبائي في المبادلة العظمى مكتوب أنه أخذ اللعنة بل حمل اللعنة وأعطانا البركة في رسالة غلاطية الإصحاح الثالث مكتوب المسيح افتدانا من لعنة النموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لننال بركة إبراهيم وننال أيضا بالإيمان موعد الروح القدس تصوروا معي يسوع المسيح الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله أخلى نفسه أخذ صورة عبد ومات على الصليب من أجلك ومن أجلي اللي له كل الأمجاد الإلهية والصفات والطبيعة الإلهية ولكنه تجسد حتى فعلا ياخذ خطيانا يأخذ آثامنا يأخذ أسقامنا وأمراضنا يأخذ لعنتنا ويأخذ فقرنا حتى نتمتع من خلال يسوع المسيح بكل بركات الصليب من هذا نرى أحبائي أن الصليب ليس ضعف بل قوة بل شفاء بل حرية بل فعلا حياة أبدي بل خلاص أبدي من خلال ما فعله يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي ترجمة نانسي قنقر